أشكر لودة الإمارات على هذا التنظيم الكبير لهذا الحدث الكبير حقيقة وهذه المنصة الكبيرة وهذا اللقاء العظيم لكل العالم في دبي في هذا الكوب العراق هذه السنة مشارك بقوة وبفرق متنوعة ووفود متنوعة رئاسية وفنية ودبلوماسية وحتى فرلمانية بالإضافة إلى منظبات مجتمع مدني مشاركة مع العراق وفد الشباب موجود مفد المرأة موجودة وحتى القطاع العام والقطاع الخاص المتمثلين في الوفد العراقي وفد كبير حقيقة وهذه أول مرة العراق يشارك في مؤتمرات المناخ على هذا المستوى الكبير العراق بلد متضرر بيئيا ومناخيا وبذلك التغيرات المناخية ويعتبر من مقدمة الدول التي تضرر بتغيرات المناخ وظروف العراق التي مر بها خلال العقود الماضية أثر على هذا البلد وتأخر الملف البيئي والملف المناخي ولكن في هذه الحكومة حكومة السيد محمد الشياع السوداني وخلال سنة من عمرها وفي بداية تأسيسها كان لدينا برنامج حكومي طموح وتم إدراج قضية البيئة وتغيرات المناخية في البرنامج الحكومي وأدرج مبالغ في موازنات العراق 2023-2024-2025 مبالغ لا بأس بها وأنجزنا حقيقة خلال سنة من عمر هذه الحكومة مشاريع طموحة تصب في العمل المناخي والعمل البيئي ومخلاجاتها مناخية وبيئية من حيث الطاقات المتجددة وطاقات الشمسية وكذلك في قطاع استغلال الغاز المصاحب والغاز المحترق وفي قطاع الزراعة والتوجه نحو الطرق الجديدة للزراعة وكذلك في قطاع الموارد المائية وخطة لحل شحة المياه الموجودة في البلد داخليا وأقليميا وعالميا كل هذه الأمور دخلنا بها وأنجزنا حقيقة منجزات كبيرة خلال عمر هذه الحكومة وحكومة العراق قررت منذ بداية تأسيسها أن تكون حكومة منفتحة على الجميع حسب مصالح الشعب العراقي والدولة العراقية سياسة انفتاح تام وخلق بيئة آمنة للإستثمار الخاص والإستثمار الداخلي والخارجي دولة الإمارات دولة مهمة في المنطقة دولة رائدة لدينا علاقات جيدة وجودنا هنا نريد أن نعزز من هذه العلاقات وأن نوسع من هذه العلاقات ليشمل كل العمل المناخي حقيقة الإمارات قد تقدمت أشواط كبيرة في العمل المناخي والعمل التجارة المستدام نحن في العراق لدينا خطة سواء في الإندس العراقية كأشواثيقة قدمناها لاتفاقية إيطارية واتفاقية باريس الخطة واضحة بأن العراق مستمر بالتحول التدريجي السان التحول الاقتصاد الأغضر بحلول 2035 وخطة واضحة في وطريقة العمل واضحة في الـ ADC نحن كوزارة البيئة في العراق ووزارة البيئة لديها استراتيجية سنتم إطلاقها قريبا جدا نحن أنهينا الكثير من الوثائق والاستراتيجيات وفي شهر آذار من هذه السنة قررنا في العراق بأن العراق أكمل العمل الفني والتشريعي والتقني وبدأ يتقل إلى العمل التنفيذي وفعلا دخنا بدأ بالعمل التنفيذي هذا الكوب فرصة حقيقية لكثير من البلدان قضية غيوة المناخية قضية الكوكب ككل نحن في العراق متبنين قضايا وطنية وقضايا أقليمية وقضايا عالمية ونحن بصدد معقد مؤتمر في أقليمي في بداية السنة في شهر شباط أو شهر آذار أقليم العراق ندعو الإمارات وندعو المصر باعتبارهما الرئيس السابق ورئيس الحالي